خطة انقاذية من خمسة محاور عرضها وزير التربية والتعليم العالي حسن دياب خلال مؤتمر صحفي في ممنى الوزارة الخطة التي تطال القطاع التربوي بأكمله تتوزع على 23 برنامجاً وقد حرصت دياب على ادخال المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صلب العمل التربوي سواء في الشؤون التربوية التعليمية أو الإدارية أما فيما يتعلق بالتعليم العالي فتطرق دياب إلى شأن الجامعة اللبنانية مشدداً على ضرورة تحديث أنظمتها وتنمية قدراتها اقتراح قانون جديد لتنظيم الجامعة اللبنانية خصوصاً في الشقين الأكاديمي والإداري تنظيم التعاقد على أنواعها تعزيز الوضع الاجتماعي للأستاذ الجامعي وتطبيق قانون التفرغ وإقرار سلسلة الرواتب تدعيم إنتاج المعرفة والبحث العلمي وجعله من متطلبات عمل الأستاذ الباحث تعزيز حضور ودور الجامعة اللبنانية في المجتمع المحلي وفي الخارج وسنعمل مع الرئيس الجديد لإنجاز اقتراحات مجالس الوحدات من أجل تعيين العمداء واستكمال تكوين مجلس الجامعة دياب أعلن عزم الوزارة عن تقديم مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية للتوجيه المهني لمساعدة التلميذ على حصن اختيار مجال عمله كما ثمن دور التعليم المهني والتقني مؤكداً أن الوزارة تتولي أهمية خاصة لتحديث هذا القطاع وتطويره وهي أدرجة أربعة برامج تخص هذا التعليم ترجمة نانسي قنقر